هنروح اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النهاردة. المجلس عقد اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله وبحضور كامل أعضائه بمقر الشركة. وتم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وبحث الخطة المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة في خطة التطوير والتحديث في كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الانتاج المختلفة بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعملين بالإعلام والذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية. كما أكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة في البرصة المصرية. لسه مع المتحدة للخدمات الإعلامية قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم وفي إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة. تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع. كما قرر المجلس تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية. ومن الجدير بالذكر أن أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع. وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعي بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينات في صحيفة الشعب الأسبوعية. كما عمل في صحف الأهالي والدستور الأسبوعية وشارك في تأسيس جريدة العربي التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير. وحرر فيها صفحة الجورنالجية التي مثلت خطوة مهمة في النقد السياسي والاجتماعي الساخر. ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفين المصريين. وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة تميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة. مع قدرة على توليد ألفاظ وعبارات وعنوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء. شارك أقرم القصاص في تأسيس صحف مصرية وتجارب مختلفة مثل مصر الفتاة والموقف العربي ونهضة مصر واليوم السابع.